تعالوا نجرب الجيج بهذه الطريقة بالطاوة وغح تنسوا نتشوون الجيج بعد بالفغن على قد ما تطلع طيبي ومستوي والذوب بالثم صاروا يطلبوها مني بالبيت كل كم يوم بقد ما طيبي تطلع غح نعمله اليوم بطريقة سهلي ومعه اطيب تدبيله مثل ما تغشعون كثير طريق ومستوي من الداخل بس تجربوها غح تتأكدون تابعوا الفيديو الى النهاية لان كل الخطوات اللي بالفيديو مهمة ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنت مجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار من انزل فيديو جديد عندي هوني جيجي وزن كيلوين غسلتوها مليح بالماء وغح ابدي اقطعها غح اقسمها من النص من الصدر بهذا الشكل واشيل عظماية الصدر واتخلص منه حتى تستوي اسرع عندي لان حجم كبير وغح اشيل هذول العظمايتين هم اللي مرتبطين بعظماية الصدر وهم نقطع غاسل جناح نفتح الفخد من الطرفين على طول العظماي حتى ينفصل عدنا اللحم عن العظم شوية وتستوي اسرع ونفتح الفخد الثاني بنفس الطريقة وقطعة الصدر نفتحه بهذه الطريقة حتى تستوي عدنا والجهة الثانية هم نفتحه بنفس الطريقة واخر شي نعمل بيها فتحات بالسكيني حتى تمتص الملح والتتبيه لمليح ونفتح مفصل الجنح شوية بالسكيني وبعد ما كمننا نبدأ نملحها نضيف لملح حسب الحاجة اهم شي من نشتغي الجيج نتأكد من تاريخ الانتاج يكون جديد حتى لا يكون طعمه بينه زناخة هذه اهم نقطة لان اذا كان تاريخ الانتاج قديم غح يبقى بيها زناخة بعد ما تستوي ونرجع نضيف لرشة فلفل اسود حتى نتخلص من الزناخة والزفاغة اللي بيها وهم الفلفل الاسود يعطيها نكهة طيبة وخاصة اذا كان الفلفل مجروش بهذه الطريقة يعطيها طعم حيل طيب وهاكذا نكون نكملنا نضيف اربع معالق اكل زيت بالطاوة ونحط الجيجي بالطاوة ونحط فوقها صح النايلون حتى يتحمل الثقل لان غاح نخلي فوق دست بينه ماي نستعملو ثقل حتى تنكبس عدنا وتاخد نفس اللون من كل الجهات الماي اللي بتدست ماي عادي من الحنفية بس مجرد يكون ثقل عليها واذا تريدون تستعملون كتلي مليان ماي بمكان الدست اهم شي بس يكون شي ثقيل عليها بس مجرد يحمل زيت عدنا كم ثانية النصي الناغ ونتركه على ناغه هادي حتى تستوي عدنا على راحته وبس يتراكم عدنا الزفر نشيلو مثل ما تغشعون الناغ عندي هادئة يعني اقل من وسط حتى تستوي مليح من الداخل ما تاخذ وقت كثير وتستوي تاخذ وقت عدكم حسب وزن الجيجي انا كانت الجيجي عندي وزن كيلوين فاخذت وقت ساعة وعشر دقايق بس اذا تعملون جيجي اصغر او وزن كيلو ونص تاخذ وقت اقل من ساعة وتستوي ونرجع نغطيها ونتركه الى ما ياخذ الجلد عدنا لون ذهبي بهذا الشكل بعده نقلبها على الجهة الثانية وهم نرجع نغطيها ونحط الثقل عليها ونتركه على ناغ هادئة الى ما تستوي وتاخذ لون ذهبي من الاسفل وبهذا الوقت راح نحظر التدبيلة اللي راح نتبله بيها نحتاج معلقة كوب بابريكة حلوي ونص معلقة شاي بودرة البصل ونص معلقة شاي بودرة الثوم ومعلقة شاي ملياني لاموندزي او ملح الليمون ونضيفها مبكاسة ونرجع نضيف لمعلقة كوب معجون الفليفلة معجون الفليفلة كثير غح يعطيها طعم طيب ونضيف لمعلقتين اكل زيت وعصير نوماي وحدي ومعلقة كوب دبس غمان او دبس رمان دبس الغمان اذا كان اصلي غح يعطيها طعم حيل طيب ونخلطها مليح وهكذا تكون التدبيلة جاهزة عدنا وعندي هون شوية خضروات غح اقطعهم بعد اشوهم واقدمهم مع الجيجي عندي في الليفلة حلوي وفي الليفلة حدي اختياري وطماطا وبصل كل بصلي غح اقطعها اربع قطع كمية الخضروات حسب حاجتكم وهم نوع الخضروات حسب اللي متوفر عدنا اما تقدموها مع الخضروات مثلي وتاكلوها بالخبز او اذا تغيدون تعملون تمن اصفغ مبهر وتقدمونه مع الجيجي هم تطلع حيل طيبي بصراحة طريقتين طيبين اذا كانت مع التمن او مع الخضروات انا مرات اعمل مع التمن ومرات مع الخضروات وكل طماطاي هم اقطعها اربع قطع وهون استوت عندي جيجي من الاسفل واخذت لون مباشرة امسحها بالتدبيلة اللي حضغطوها وبعد اقلبها حتى يتحمص الجلد عندي وياخذ طعم التدبيلة وبهذا الوقت هم نتركها على ناغ هادئة حتى لا يشتعل الجلد عدنا بس مجرد ياخذ لون حلو ويتحمص نفس الشيء ارجع اخلي الصحن والثقل حتى ياخذ الجلد لون حلو ويتحمص من كل الجهات بس نتأكد الجلد اخذ لون ويتحمص عدنا راسا نمسحب التدبيلة من فوق ونرجع نقلبها عد جهة ثانية حتى تاخذ طعم التدبيلة بهذه المرحلة ما نترك كثير عنها بس كم دقيقة حتى لا تشتعل التدبيلة ويغوح طعمها وهم نرجع نغطيها ونحط الثقل عليها حتى تنكبس وتاخذ لون من كل الجهات وهون استويت عندي مثل ما تغشعون طلعت كثيرة تشاهي ما تتخيلون اش قد تطلع طيبي وبالاخص طعم التدبيلة راح تعجبك مكثير بنفس الطاوة نشوح الخضروات بيها راح افرع الدهن الزيد اللي نزل منه وابقي شوية بالطاوة اشوح بينه الخضروات نمسح حوافي الطاوة بكلين ساي حتى لا تشتعل الحوافي عدنا ونضيف الخضروات ونضيف لمرشة ملح ونتركه مع الناغ الى ما تستوي جهة عدنا نرجع نقلبه مع الجهة الثانية وهوني بعد ما كملت وشوحت الخضروات من الجهتين راح اطفي الناغ ونخلي الجيجي فوقهم يبقى عدنا بس ننكيهم بطعم الفحم نخلي بورقة ألة من يوم قطعة فحم انا علقتوها عنا ونضيف لها شوية زيت ونغطيهم بغطة دست وقطعة قماش حتى يتنكهون بطعم الفحم عدنا نتركه من المدة 10 دقائق ياخذون طعم الفحم عدنا هذه الخطوة كثير تعمل فرق بالطعم اذا تعملوها تطلع الجيجي عدكم كأنما كن شويت مع الفحم يطلع طعمي جنن لا تسألوني عن الطعم جغبوها واعطوني رأيكم بصراحة وصفة استحق التجربة مثل ما تغشعون حتى قطعة الصدر طلعت كثير طريي والذوب بالثم ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو وإذا كنت مجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد والمقادير مكتوبي بصندوق الوصف وألف عافية